تشكيل مانشستر سيتي و تشيلسي للموقع النارية غدا في الدور الانجليزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام اهلا بكم التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد مان سيتي يحل مانشستر سيتي مساء السبت ضيفا على المتصدر تشيلسي في قمة الجولة السادسة من منافسات الدور الانجليز الممتاز ويسعى الفريق السماوي لإلحاق الهزيمة الاولى بتشيلسي هذا الموسم الذي حقق اربع انتصارات وتعادلا وحيدا في اول خمس مباريات خاضاها في الدور المحلي ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في الترتيب العام برصيد عشر نقاط مناصفة مع ايفيرتون تلات انتصارات وتعادل وحيد وهزيمة على بعد تلات نقاط من المتصدرين شيلسي و ليفربول و مانشستر يونيتد ووفقا لتقارير اعلامية انجليزية فان الاسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي يخطط للدفع بتشكيلة هجومية رغبطا منه في تحقيق الفوز بموقع ملعب ستانفورد بريتش ورغم تألق الرياض محرز السلساء الماضي خلال موقع ويكم واندورز ببطولة كأس الرابطة المحترفين الانجليزية التي سجل فيها هدفين فان الجزائر رياض محرز سيبدأ المباراة مجددا من على دكة بودلاء السيتي وحسب ما اوردهم موقع 9-0-MIN البريطاني فان مانشستر سيتي زي يظهر بالتشكيلة التالية خلال مواجهة القمة امام تشيلسي حرصت المرمى ادرسون خط الدفاع كيل ووكر ونسان اكي وروبين دياز وجواو كانسيلو خط الوسط فرنانديني وفيل فودن وكيفين دي بريون وفي خط الهجوم جاك ديرليش وجابريال خيسوس وفيران توريس اما عن الجانب الاخر ينتظر ان يبدأ تشيلسي المباراة مع مدربه الالماني توماس توخيل بالتشكيلة التالية حرصت المرمى ادوارد ميندي اندريس كريستينسن وتياجو سيلفا وانطونيو ريدريجي في خط الدفاع جورجيني وماتيو كوزافيتش وماركو الونسو وسيزار اس بيكوليتا في خط الوسط وفي خط الهجوم ماصن ماونت وكاي هافرت وريوميرو لوكاكو قلونا رأيكم في التشكيلات المتوقع حسب ما اوردته الصحف الانجليزية وتوقع نتيجة المباراة في التعليقات ولا تنسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته